هذا المنتج ومشتقاته أخطر من السكر على صحتنا ويعد مصدر ومنبع للدهون العنيدة في جسمنا ورح متابعا لزيارة مشاهدين الجدد قبل ما أبدأ حلقة اليوم حلقة مهمة أود أن أوضح بعض النقاط بطريقة سريعة أود أشكر جميع من يدعم ويساند هذه القناة ويساند تجربتي بخسارة وحرق الدهون وفقدان الوزن وطبعا هدفنا كالعادة هو خسارة الدهون وليس خسارة الصحة يوجد بعض النقاط أخواني الكرام أولها إن شاء الله إذا ربنا عن طهن الصحة والأمر في 15 شهر 15-11 سوف أقوم بعملية توزين نفسي ونشوف النتائج لثلاثة أشهر وإن شاء الله تكون نتائج مبشرة ونتائج جيدة جدا ومع هذا نبدأ أيضا بأعطيكم ما عملت أنا خلال هذه الثلاثة أشهر لتنقيص وزني من الدهون مرة أخرى من الدهون طبعا الإخوان اللي عندهم أسئلة يمكنكم كتابتها بالتعليقات وإن شاء الله من بداية الشهر أبدأ أخصص حلقة بالأسبوع أجاوب على جميع هذه الأسئلة الموجودة في تعليقاتكم لذلك إذا عندكم إمكانية تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لكي توصلكم جميع هذه الفيديوهات بإذن الله تعالى دعنا نرجع للموضوعنا الكثير يرمي بالذنب على السكر دائما السكر السكريات هاي الأمور كلها شرحت حين هذا الموضوع بطريقة مفصلة ومملة في الحلقات السابقة يمكنكم مشاهدتها حتى كيفية تجربتي من التخلص من تناول السكر لكن اليوم هذا المنتج ومشتقاته منتشر جدا في جميع بيوتنا ونتناوله بكميات كبيرة ولكن للأسف ما حد تحدث عنه لأسباب مختلفة وأعتقد لعلاقتنا التاريخية المهمة مع هذا المنتج ما أطول عليكم أخذ ندخل بالموضوع أتكلم عن الطحين ومشتقاته أو الطحين ومنتجاته الطحين الأبيض موجود في كل بيت الطحين الأبيض يلعب دور كبير جدا في وجباتنا اليومية وكما ذكرت أنه علاقتنا علاقة تاريخية حتى يقول لك أنه بيناتنا أخواننا المصرية يقولوا بيناتنا عيش وملح يعني بيناتنا خبز وعشرة فهذه الأمور كلها أخوان الكرام تلعب دور كبير وهو للأسف في وقتنا الحاضر أخطر من السكر على صحتنا ليش سوف أتحدث عن هذا الموضوع بطريقة سريعة وبثمن نقاط مهمة على كالعادة عن طريق سلايدات طيب ليش هاي الأمور كلها خذ نتعرف عليه أول شيء أنه الطحين هو يعني فقير بالعناصر الغذائية عملية تكرين الطحين تزيل النخالة والجنين منه مما يفقد الحبوب معظم أليافها ومن فيتامينات ومعادن طبعا الفيتامينات نتكلم خاصة عن فيتامين بي وعن المعادن نتكلم عن الحديد والماغنيزيوم طب ما هي النتيجة؟ النتيجة هو طعام غني بالسعرات الحرارية لكنه فقير بالفائدة الغذائية يعني كأنك أنت قاعد تأكل سكر ولكن بكميات كبيرة جدا هذا الشيء مهم جدا أخوان الكرام ولكن طبعا كما ذكرت أنه الخبز له يعني تقاليده بحياتنا ويعني الناس متعودة تأكلوا خاصة للعوائل الكبيرة لكي يتسجوها يعني نفهم هذا الموضوع ولكن للأسف كما ذكرت لا يوجد منه فائدة أو قيمة غذائية غير سعرات حرارية مرتفعة هذا يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة خلنا نتعرف عن النقطة التالية ارتفاع المؤشر الجلاسيمي يعني الطحين الأبيض يهضم بسرعة مما يرفع نسبة السكر بالدم بطريقة سريعة جدا مما يؤدي هذا الشيء إلى إحساس المخ مثل يعني تأثير السكر المخ يأخذ انبساطه ويفرح ولكن بعدها نفقد الطاقة بطريقة سريعة جدا للأسف هذه الأشياء ماذا تسبب؟ تسبب نوبات جوع متكررة ويرهاق وزيادة احتمال الإصابة بالسكر من النوع الثاني وأنا شرحت في الحلقات الماضية أنه للأسف السكر وارتفاع ضغط الدم هذه الأمراض وأمراض الشرعين والقلب تحب شعوبنا لأسباب كثيرة نتحدث عنها بالمستقبل بذن الله تعالى نقطة تالية وهي نقطة مهمة في صلب تجربتنا وموضوعنا هي زيادة الوزن والسمنة ليش؟ لأنه تناول منتجات الطحين مثل الخبز الأبيض المعجنات الكعيك هالوموركلة يرفع الأنسولين مما يشجع الجسم على تخزين الدهون يعني هذا شيء ينطينا مصدر سريع جدا لتخزين الدهون إذا أنت ما قمت بحرق هذه السعرات الحرارية ولكن إذا أنت تتناول سكر بكميات كبيرة ونازل الخبز تأكل ليل نهار وأنا من الناس اللي أحب الخبز جدا وأنا حتى يعني أعمل الخبز بالبيت أمرار يعني يجيني واهس يجيني حب عمل الخبز أسويه ويطلع طيب جدا هاي المشكلة حبنا للخبز وعاداتنا بتناول الخبز مع الأكل بكميات كبيرة طيب هذا شيء شو سبب ليش لأنه هناك نقص الألياف نقص الألياف يقلل الإحساس بالشبع فيؤدي إلى الإفراط في الأكل يعني خبزة ورا خبزة خبزة ورا خبزة ونوخي السعرات حرارية وما نستغلها فيتحول هذه السعرات إلى دهون متراكمة النقطة التالية مقاومة الإنسولين الاستهلاك الكثير والمزمن للطحين ومشتقاته ومنتجاته طبعا يرحق البنكرياس ويقلل من حساسية الخلايا للإنسولين وهو طريق مباشر طبعا إلى مشاكل مختلفة ومنها مرض السكر وللأسف أخواني الكرام هي لو بس ظلت على الخبز أوكي ولكن نحن لدينا خبز مشروبات غازية سكر حلويات جميع الأغذية التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر وتنطي سعرات حرارية عالية أو مرتفعة هذا يؤدي إلى تجمع الدهون وخاصة منتجات الطحين هاي الأشياء تسبب يعني نقص الألياف في الطحين يؤدي إلى بطء في حركة الأمعاء هاي الأشياء أيضا مشكلة كبيرة جدا بطء بحركة الأمعاء تحس بالتلبك الانتفاخ الغازات هالأمور كلها تؤدي إلى مشاكل جانبية أخرى كثيرة للأسف لأن الأمعاء يعني تكون صعبة الهضم عملية الهضم وعملية الامتصاص وجميع هذه العمليات تكون صعبة بسبب تناولنا لكميات كبيرة من الطحين طيب زيادة الكوليسترول الضار يعني حتى دراسات تقول أنه تربط تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة وارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار مما يزيد من قطر أمراض القلب والشرايين نفس مفعول السكر اللي احنا تكلمنا عنه في الحلقات السابقة نقطة تالية السابعة وهي نقطة مهمة جداً حساسية الغلوتين الطحين هذا المصنوع من القمح يحتوي على الغلوتين اللي قد يسبب التهابات وعراض هضمية وجهاء عراض هضمية لمن يعانون من الحساسية من هذا الغلوتين يعني هل أنت عندك قرانتي أو ضمان أنه ما عندك حساسية هذا أيضاً يعيق من عملية الهضم ويسبب مشاكل كثيرة أخواني الكرام لأنه صعب الهضم ويلتسق فهذا يؤدي إلى أيضاً هذه المشاكل طبعاً نهيك عن النقطة الثامنة التي يعاني منها الكثير مننا الآن وهي التهابات مزمنة يعني بعض الأبحاث تشير إلى أن الكربوهيدرات قد ترفع مؤشر الالتهاب في الجسم على المدى الطويل وبغض النظر عن المشاكل والجائحات التي أصابتنا وضعف تدفق الدم ومشاكل الأوعية الدموية وثقل الدم عفواً يعني زيادة لزوجة الدم هاي الأمور كلها تؤدي إلى مشاكل مختلفة وتؤدي إلى تراكم الدهون في مناطق مختلفة وهذه الدهون تكون عنيدة يعني يعني صعوبة التخلص منها تكون بشكل كبير وهذه هي الخطوة التالية بإذن الله تعالى سوف أبدأ من واحد الشهر من واحد 11 بالتوقف عن تناول منتجات الطحين سوف أتحدث في الحلقات القادمة عن كيف نتوقف عن تناول الطحين وما هي الإجراءات الوقائية وشلون نبدل الطحين بمنتجات أخرى إلى الحلقة القادمة توقف عن تناول الطحين